على كأس العالم هذه الشروط لم تكن موجودة في السابق مطلقا لم يتم إصارتها إلا في هذه الأيام يعني لأول مرة أن يقام الحدث في دولة عربية مسلمة ونشهد حملات وصفت حتى من قبل الأمير تميم بأنها مشبوهة تحدثون عن مثلية جنسية ما علاقة المثلية الجنسية والشزيز الجنسي بكأس العالم في كرة القدم يعني هل هناك منتخب للشواز مثلا حرم من المشاركة في هذه البطولة؟ لا يا سيدي شوف هذا العالم تدير قوة وهذه كلها الصراعات فيها مصالح اقتصادية أوكرانيا والروس منطقتنا هذه دول يعني مهمة في الكون لو يسمحون للعرب أن تتوحد راح تكون أقوى أمة في الأرض والمسلمين بخيراتها بمواقعها لا يقبلون شوف أنا كنت من الناشطين ومن منظمي ستوب وور في بولندا في وارسو أنا فيها من الثمانين وعدما بدأت فكرة احتلال العراق بالألفين وثلاثة نعمل تظاهرات في وارسو ضد الاحتلال حالنا حالة اللي صارت في أمريكا وفي أغلب الدول العالم لكن تخيل عندما نخرج التظاهرات نشوف أعلام المثليين أكثر من أعلامنا من أعطاهم إشارة تعالوا شاركوا أجهزة أمنية للإساءة للعراق أن نشوف العراقين طالعين معهم المثليين يطالبون بوقف اطلاق بمنع الحرب هذا البعد عند الغرب الحاقد على العرب والإسلام هذه في تظاهرات فكيف في عملية صناعة قرار تخيل أمه ما نقدر نجتمع على العراق على سوريا ترجمة نانسي قنقر